في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم اتخذ طارق الإجراء خوفاً من خسارة ميران وفكر في البداية في القضاء على بران كن عندما تذكر ما قاله باران وعلاقته بميران تخلى عن هذه الفكرة خرج بران في النهاية من المستشفى وعاد إلى القصر خلال هذه العملية دعمت ديلاً وميران بعضهم البعض من خلال بذل قصار جهدهما لمساعدة بران على استعادة صحته من ناحية أخرى أثار قرار طارق بالتوقف عن إيذاء بران غضبة هاجر بصفتها شخصاً تسعى للانتقام وتريد أن يعاني بران فإن هاجر غاضبة من تلطيف طارق من ناحية أخرى يتبنى طارق استراتيجية مختلفة ويبحث عن طرق لوضع باران في مشكلة أكبر بدلاً من إيذائه بشكل مباشر تخطط هاجر وطارق لإضعاف باران ببطء عن طريق وضع الدواء في مشروبه بينما يستمر بران في الثقة بطارق سيبدأ طارق في الاعتقاد بأنه استعاد السيطرة على القصر بفضل هذه الثقة على الرغم من أن جيداً تريد أن لا يتأثر طارق بقراراته إلا أن هاجر تواصل استفزاز طارق في كل فرصة على الرغم من أن طارق سيدرك صدق بران مع مرور الوقت إلا أن مكائد حسناً تقف عائقاً أمام هذا التقارب كل هذه الأحداث ستخلق توترات كبيرة داخل القصر لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو تحليلي آخر إلى اللقاء